قالت تحقيق الأولي الإسرائيلي أن تبادلا لإطلاق النار على الحدود المصرية وقعا عندما كانت قوة إسرائيلية تعمل على محور فلادلفيا لمعاينة ما قالت إنه نفق وآضف التحقيق الأولي أن جنديا مصريا فتح النار على شاحنة عسكرية كانت معهم لتقوم قوة الحراسة الموجودة في مدرعة بفتح النار من الرشاشات على الجندي فقتلته وأصابت من كان معه فيما كشف مصدر أمني مصري عن تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل إطلاق النار عند معبر رفح المصدر الأمني المصري أضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في رفح مشيرا إلى أن الجندية المصري تعامل مع مصدر هذه النيران على الحدود المصدر المصري أوضح في هذا السياق أن القاهرة تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية عند الحدود